سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة حول العالم أنا برحب بكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة والنهاردة الحياة بيشرفني أني برحب بضيف عزيز جدا بيشرفنا لأول مرة على قناة الحياة وهو القص عادل مالك خادم الرب وراعي الكنيسة المشيخية في أورانج كاونتي لحضرة الأسيس شرف كبير أنك تشرفنا النهاردة على المرأة المسلمة وفي قناة حياة عموما أهلا فيك يا أختي أماني ده شرف كبير لإيامات طبعا ربي باركك ربي باركك الحقيقة يمكن مشاهدينا ما يعرفوش إن حضرتك خادم وراعي لكن أيضا مهندس وموسيقار ومرنم كنت في يوم من الأيام مهمة قوي إنه رحلة حضرتك في دراسة الكتاب والكلمة وخدمة الرب هيكون لها أثر كبير في اللي حتعلمه لنا النهاردة واللي علمته لي أنا نفسي بما إنك كنت أستاذي في مادة الأخلاق المسيحية شكرا ده شرف كبير لي أنا الرب يباركك طيب خليني يعني أقول كده للمشاهدين ببساطة إحنا ليه النهاردة بنتكلم في موضوع الطلاق في المسيحية طيب الحقيقة إنه النهاردة الموضوع موضوع كبير وموضوع يمكن يكون شائك بالنسبة لكتير من الناس اللي بيترحوا هي الحلقة دي هتكون الجزء الأول من موضوع الطلاق في المسيحية في الأسبوع القادم حنستكمل معاكم مع القصة عادل مالك عدة نقاط همة جدا في الموضوع ده وخاصة هتكون يعني يمكن مركزة على الأسئلة العملية أسئلتكم الشخصية مشاركتكم كمان اللي ممكن تبعتها لي على التشات اللي موجود على تليفون البرنامج اللي هو إذا كان واتساب أو سيجنل بتكتبوا لي على التشات أسئلتكم وأنا هتابع معاكم طول الأسبوع أو على الفيسبوك إذا كان معايا أو مع الفريق اللي بيشتغل معنا كمان اللي حبي يتواصل مع القصة عادل مالك مباشرة يمكنكم التواصل معايا على صفحة حضرتك على الفيسبوك كمان هتكون ظهرة على الشاشة عدة مرات خلال البرنامج وهي موجودة دلوقتي والحقيقة خليني أقول لكم بقى ليه الرب يعني حط على قلبي إن أنا أسأل القصة عادل مالك إنه يشارك معنا في الحلقات دي زي ما قلت القصة عادل كان أستاذي في مادة الأخلاق المسيحية وأنا يعني شفت إنه المادة دي والتدريس فيها كان تدريس واقعي وبيلمس حياتنا اليومية وأسئلة كبيرة في الكتاب المقدس وأسئلة فيها يعني يمكن الكثير من الناس بيترددوا إنهم يتوسعوا فيها ويدرسوها بشكل مكسف لكن اللي فرق إنه كانت الدراسة كتابية موصولة بالكلمة مفتوحة على الروح القدس فأنا حبيت إن أنا أنقلكم ده أنا استمتعت جدا بالمادة دي علشان كده سألت القصة عادل إنه يعمل معايا سلسلة من الحلقات عن المرأة في المسيحية لكن هو تكرم وقبل الدعوة وإحنا الحقيقة ما كناش هنبتدي بموضوع الطلاق لكن هو أنا متأكدة إن ده ترتيب الرب أنا قررت إن إحنا نبدأ بالموضوع ده لكثرة الأسئلة فيه مؤخرا ولأنه ده بيلمس حياة ناس كتير منكم يعني بصراحة أنا شاركت مع حضرتك بعض المقاطع الصوتية اللي الناس بتبعتها أو الأسئلة هناك الكثير من الألم مرتبط بالموضوع ده والأسئلة الكثيرة المؤمن اللي عايز يمشي مع الله حياة أمينة سبتة كتابية عنده وسائلة كتير في الموضوع ده وخصوصا إن حياته تصطدم بفجأة طلاق وكسر عيلة وكلام من ده فكمان سبب تاني إنه أنا ابتديت ده لإنه لما عملنا الحلقات اللي كانت عن قانون الأحوال الشخصية كان عندنا المتصلة سارة حضرتك سمعتها وهي طلبت إن إحنا نعمل توضيح لمسألة الطلاق في المسيحية وأنا وعدتها بده النهاردة بداية عايز أقول لكم حنتكلم عن المفهوم الكتابي كما قدم في عدة أماكن في الكتاب المقدس من العهد القديم والعهد الجديد وما قالوا المسيح ولماذا قالوا المسيح من الخلفيات الكتابية والتاريخية لهذه الآيات وإيه الاستثناءات المشار لها في الكتاب المقدس الموضوع النهاردة لا يتكلم وإحنا لا نتصدر إلى الكنيسة بتقول إيه أو كنيسة بعينها بتقول إيه أو جماعة بعينها بتقول إيه فنعايز أكون النهاردة تسمعوا بقلب مفتوح وفكر مفتوح إن لم يكن مرجعنا مرجع كتابي اسألونا أوكي النهاردة بنتكلم عن موضوع شائك هامل الأسرة المسيحية خلينا نغوص في كلمة الرب بفهم ووعي روحي وقلبي وتفتح ذهني هدفي في الحلقتين دول مش إننا نديكم تصريح طلاق ولا إننا نوريكم إزاي تتطلقوا لا لكن الهدف إننا نرى قدرة الله على إصلاح قلوبنا وحياتنا ونشوف قدسية الزواج في الكتاب المقدس مش تحليل طلاق أبدا نشوف قدسية الزواج اللي الله عمله كعهد بيننا وبين الشريكين يعني بقدر إمكاني اختصرت المقدمة المقدمة لكن هتوجه لحضرتك بسؤال عام النهاردة اللي بيسمعونا أنا شايف أنهم بينقسموا لثلاث أقسام إخواتنا المسلمين اللي أنا كنت منهم الطلاق عند المسلم مفتوح يعني إحنا عملنا في حلقات المرأة المسلمة سلسلة حلقات اسمها عشرين طريقة للطلاق الإسلامي حقيقي هناك عشرين طريقة على الأقل للطلاق الإسلامي اللي يجوز فيها واللي لا يجوز الإخوة المسيحيين هم القطاع التاني وهم في منهم يقول لك إحنا ما عندناش طلاقة وفي منهم يقول لك إحنا عندنا مشكلة في أن ما فيش طلاقة وفي منهم مش فاهمين الكتاب بيقول إيه وأيضا القطاع اللي بيهمني بقى بشكل كبير كمان هو العابرين خارجين من الخلفية الإسلامية دخلين إلى أمان المسيح لكن لسه أفكارنا متغيرتش عن الحياة في قصية زواج المسيحي ابتدي معنا بقى بالطريقة اللي ترتفع هو بلا جدال نسبة الطلاق عما لا ترتفع مزبوط دي يعني مش عايزة كلام في العالم كله على فكرة وده أثر على العائلة خاصة على الأطفال أكتر ناس أكتر مجموعة تأثرت بالطلاق هم الأطفال مزبوط لما يكون حتى الأم لوحدها صعب والأب لوحده صعب فالمجتمع تأثر الاقتصاد تأثر ده أن بقوا بيتين بدل بيت واحد صحيح الكنيسة تأثرت في ناس ما بتقدرش تكمل في الخدمة لما بيطلقوا نتيجة تفسيرات للكتاب خاطئة أحيانا الاهتم لكن الحاجة الكويسة المشجعة أن اللي اهتموا بالموضوع ده ناس كتار الأخلاقيين زي ما حضرتك قلت في علم الأخلاق علم اللهود المفسرين مفسرين الكتاب كذلك الرعاة طبعا والمتخصصين في علم النفس احنا المسيحين مرتبطين بتعليم الرب يسوع خاصة الموعزة على الجبل دي هي الضوء بتاعنا لكن في مشكلة كبرى اللي هي ازاي نفسر أقوال الرب يسوع فعلينا ان احنا نشوف في الأول المتخصصين في التفسير وبعدين نتواضع أمام كلمة الرب ونشوف الرب يسوع نفسه فسر العهد القديم ازاي وازاي كمان علماء المجتمع اللي عاش في المسيح اللي هو من الفين سنة في ناس متخصصين في الموضوع ده يقدروا ينقلولنا الناس القارئ الأول أو المستمع الأول للرب يسوع فهم الحاجات دي ازاي كل الحاجات دي هتساعدنا في ان احنا نفهم موضوع الطلاع نقطة المستمع الأول للرب يسوع اللي بيتلقى منه دي نقطة هامة انا كعابرة مثلا وكثير من المسيحين اللي بتكلم معهم لم ينتبهوا لاننا لازم ننتبه للرب يسوع كان بيكلم مين صحيح وبيكلم على ايه تاريخ في الحديث مظبوط مظبوط وأحيانا بيبقى فيه حاجات مش كاتبها الكاتب الكتب الوحي لسبب انها كانت مفهومة ضمنا للقارئ الأول أو للمستمع الأول مفيش كلمة في الكتاب المؤدس في العهد الجديد بتقول لنا عن أسماء شمعي وهلل لكن عرفنا من التاريخ ان هم دول كانوا أكتر اتنين معلمين مشهورين في الوقت ده وأكتر ناس تأثر بيهم أي معلم بيعلم فبيبقى في وسط كلام الفرسيين أو الكتبة في سؤالهم عايزين يعرفوا هو المسيح متأثر بداية لده بالضبط فاحنا ما كناش نعرف لاتنين دول هيبقى صعب ان احنا نفهم حتى كلام الفرسيين مظبوط في رأيي ان مش كل طلاق خطية إذا طبقت تعليم الرب يسوى فعلى الأقل في واحد مظلوم وفي واحد ظلم مظبوط يعني اللي هو واحد ظالم والتاني مظلوم ده اللي أنا عايزة أقوله وبالتالي بالتالي هيكون في واحد من اللي اطلقوا مخطئ لكن التاني يعني ما عملش حاجة غلط ومن خلال حياتنا العملية بالذات لما نسمع مشاكل الناس هتلاقي حتى كمان ان ممكن الاتنين يكونوا غلطانين صحيح هدفنا وإحنا بنتكلم على الحاجات دي ان المسيحيين نكون حساسين للناس اللي بيسمعونا كمان خاصة الشخص اللي اطلق سواء مسيحي أو مش مسيحي وعانوا في زواجهم احتملوا تعسف تفسيرات خاطئة بطريقة ما فيهاش اي محبة وعلينا احنا في الكنائس ان احنا ندرس كمان الشخص الرئيسي اللي هو محور العهد الجديد اللي قال للمرأة اللي امسكت في ذات الفعل ولا انا ادينك خلينا ندرس الشخص ده جابوها على فكرة ليه هو وما جابوش الراجل اللي زن معاه يا مزانتش لوحدها لانه مجتمع وما زال نعيش في مجتمع ظلم الرجل للمرأة غير عادي في كل مكان حتى في امريكا خاصة طبعا في الشرق الاوسط هنا عشان موقفنا يبقى صح يكون موقف رعاوي بنبص للناس بعين فيها رحمة فيها نعمة وفيها محبة فيها ما فيش ظلم فيها لا للرجل ولا للمرأة مزبوط لكن دايما نكون بعين فيها رأفة خاصة على الاطفال يعني هناك حلول يمكن ان يقدمها الراعي يمكن ان يقدمها الكتاب صحيح للناس اللي بيكونوا في الموقف ده يعني النهاردة كنت بفكر انه كتير قوي بسمع ستات تروح للراعي يقول لها ده نصيبك يا بنتي استحملي صليبك صليبك يا بنتي استحملي يعني حتى الكلمة لو قلناها لو ترجمناه بالانجليزي this is your portion مع انه ده النصيب الجزء بتاعك مع انه انا لا اعتقد ابدا انه الله عايز يكون نصيبك الالم او او التعنيف او الضرب او او التهديد بالقتل يعني لا يمكن ده يكون قلب الله طبعا الرب عايزنا نعيش بكرامة نعم وبانسانية عشان نقدر نخدمه بطريقة كويسة بالضبط وهنلمس الجزء ده بآيات كمان مزبوط لكن انا في رأيي كمان ان مشكلة الطلق في الشرق الاوسط بالذات خاصة في الكنيسة العربية نعم كانت او ما زالت يعني مشكلة مستمرة بسبب اربع حاجات اول حاجة احنا ما بنحطش نفسنا ما كان الشخص اللي بيطلق تاني حاجة اعتدنا ان احنا نوعز مش بمعنى ان احنا نحط نفسنا في مكان اعلى نعم تالت حاجة التواضع الحقيقي اصبح نادر وبقى تواضع مزيف ورابع حاجة واخر حاجة بقينا نتكلم كتير ومش بنسمع الاخرين بالضبط بينما يعني الافضل ان احنا نوصل بطريقة يسوع شوف قد ايه كان متواضع ده هو الرب نفسه وشوف قد ايه تعامل مع الناس بطريقة متواضعة وده الهدف النهر ده بالضبط علينا نسمع من قلب الرب يسوع بالضبط بالضبط تحب ندخل في اعتقد لو حضرتك تدينا مثل عن اللي حضرتك قلته مثلا في شمعي وهليل وكلام الرب يسوع وخلفياته ايه او يعني ده يخلي المشاهد يفهم اكتر خالص خالص خليني ادي طب تعريفات في الاول لايه اللي احنا بنتكلم فيه ايه الحاجات اللي وصل لها علماء الكتاب علشان يسهلونا دراسة موضوع الطلاع ممتاز عظيم في عبارة قالها الرب يسوع بيسموها العبارة الاستثنائية ايه اللي هي الا لعلة الزن ده الا بسبب الزن خلي بالك ان احنا هنستخدم ترجمتين اللي هما فاندايك اللي هي منتشرة خالص لكن هنستخدم كمان الترجمة المبسطة على اساس انها اسهل لكنها على فكرة رائعة بسبب ان احنا بعض الكلمات الصعبة في فاندايك بيقدروا يبسطها لنا فبالتالي مش عايزين ان احنا نضيع وقت نفسر كلمات عربي الى عربي مظبوط والمشاهد المسلم النهاردة ومتعود على ان القرآن نص القرآن نص واحد لكن احنا هنا بنتكلم على ترجمات للكتاب المقدس معتمدة على اللغة الاصلية صحيح فدي هتكون ترجمة مبسطة لما حضرتك تكون جاهز تحب الآية هنحطها لك على الشاشة البعض منهم احنا حطين الاتنين الترجمتين هاي خلينا نشوف الآية اللي هي بيتكلم فيها الرب يسوع في الموعز على الكبل عن الطلاق متى خمسة واحد وتلاتين واثنين وتلاتين مظبوط انا هأراها من الترجمة المبسطة وهتبقى قدامنا لاتنين اما انا فاقول لكم هو بيبتدي في الاول بيقول انه قيل لكم ان من طلق امرأتها فيعطها يعطيها وثيقة او كتاب طلاق في عدد اتنين وتلاتين اما انا فاقول لكم ان كل من يطلق زوجته الا بسبب الزنا فانه يعرضها لارتكاب الزنا ومن يتزوج امرأة المطلقة فانه يزني وبعدين الاية اللي وراها على طول برضو بيتكلم عن نفس الشيء في متى تسعة وتعشر لذلك اقول لكم انه كل من يطلق زوجته الا اذا زنت ويتزوج باخرى يرتكم الزنا نعم دي السلايد اللي بعدها بالتالي السؤال هنا هل المسيح بيسمح ان المجن عليه البريء مهم فيه اتنين هو بيتكلم عن واحدة زنت والراجل يعني ما زناش مع ان في القرن الاول المفروض الراجل هو اللي كان بيزني يعني المرأة المتزوجة ما كانتش حسب تعريفنا النهاردة ما كانتش بتزني نعم كان فيه شغل خاص اسمه زنة المرأة كان بيقول على فكرة احنا نقدر نقرأ في يوم واحد كل العهد الجديد في يوم واحد فتخيالي الرسول بوترس اللي كان تلميذ الرب يسوع قعد مع الرسول بولوس عشان يقول له كل اللي حصل لانه ده تلميذ بولوس ما كانش في الصورة وايام المسيح ما كان على الارض فبالتالي ده أنا قال له اكتر بكتير من اللي تكتب في الاناجير طبعا فقال له حاجات كتيرة فعشان كده بيقول دي ما قالهاش الرب يسوع لكن انا بقولها لكم مش معناها انه كنت عشان كده ما بحبش الكتاب المؤدسة اللي بيبقى موجود فيه كلام الرب يسوع بالاحمر بالاحمر كأنه ده اهم من الاسود لكن طبعا كل الكتاب مهم نعم فكرة ان المسيحي البريء اللي بيهجر من شريك الحياة ده بيتكلم عليه الرسول بولوس ليه؟ لانه كانت في كرونثوس الحكاية دي كرونثوس بلد وثنية فلما كان حد زوج او زوجة يجي للرب يسوع طب نعمل ايه مع الشخص التاني لانه الشخص التاني عايز يطلع مفيش زينة هنا مالهاش رب يسوع الحالة دي لكن حلها الرسول بولوس بيقوله احنا اهل السلام سيبوا طلع ايه في الحالة دي كمان ممكن نطلع في الترجمة المبسطة مكتوبة ان كلمة طلع فاندايك بيقول يخلي او الاخلاء لكن هنحطها دلوقتي الى كورنثوس الاولى سبعة بالزبط خلينا اراها من الترجمة المبسطة لكن اذا رغب الطرف غير المؤمن في الطلاق فليطلق نعم وفي هذه الحالة يكون الطرف المؤمن حرا في ان يطلق فقد دعاكم الله الى العيش في سلام نعم يعني يعني بوضوح هنا دي حالة تاني اه حالة خاصة بكنيسة كورنثوس ويمكن كانت موجودة في كناس تاني نعم بس لازم نعرف ان الحالة الاولى كانت زنا دي حالة خاصة والحالة التانية كانت اخلاق او او ترك او هجر فبالتالي العهد الجديد مش متوقف بس على مشكلة واحدة دا دلوقتي قدامنا مشكلتين وهنتكلم على حاجات تانية وهنا كلمة حر بالزبط يعني الحتة دي قبل ما نسيبها حضرتك عايزة يعني مش حر يعني انت حر لا يعني حر من قيد مش كده الحرية مسئولية كبيرة جدا هاديكي شفتي احنا لما بنعيش هنا احنا منقدرش نعمل كل حاجة على مزاجي حرية مقننة بالقانون نعم حرية التلميذ نعم حرية رائعة الحرية اللي في المسيح بالزبط تختلف وده اللي بقوله للعابرين مش معنى انك حر انك تخط بالزبط الحرية تقيد اكتر من من وانت قبل المسيح يعني دي حرية تخليك بتفكر في الله الاول قبل نفسك صحيح حرية مسئولة مسئولة تعريف الزنا بقى لان دي ما هو كلمة زنا اللي ذكرها الرب يسوع لازم نعرفها في اغلب اماكن في الشرق الاوسط هي علاقة جنسية خارج الزواج بس فريحوا دماغهم في الشرق الاوسط وقال في الغرب ما هيش ما هونش نفس التعريف في الغرب هي العلاقة الجنسية الارادية بين شخص متزوج وشخص اخر غير شريك الحياة بالتالي لما اتنين يعيشوا بالاتفاق مع بعض في الغرب لا يعتبروا زنا لا يعتبر زنا لكن ايضا في الكنيسة في الغرب الافكار الارادية الافكار الارادية اللي بتتعلق بالجنس ايضا تعتبر زنا الفرق بقى بقى انه يعني دايما بسمع ابو ودن المستمع المسلم لانه دايما بيتهمون بانكم انتو بتحللوا الزنا انتو عندكم في الكنيسة زنا لكن دا كلام بيوضح انه اذا كان هناك ناس في الغرب بتوافق على طريقة الحياة دي ولا تسميها زنا لكن الكنيسة تعتبروا زنا طبعا طبعا لانه خرج عن قانون الله صحيح صحيح بنلاحظ في التعريفين كل واحد بيستخدم في الشرق او في الغرب قصلي بالنسبة لكلمة زنا انه كل واحد بيستخدم آيات على فكرة من الكتاب ونلاحظ كمان ان الشرق بالتدريج بيتأثر بالغرب مش العكس يعني كل شوية كل ما بتحصل الناس بتاخد حريات اكتر والدول بيبقى فيها ديمقراطية اكتر بيتأثروا بالغرب وده دي حريات غير مرتبطة بالله دي حريات ارادة ناس عايزين يعيشوا بطريقة معين بالضبط الطلاق تعريف الكنيسة البروتوستانت في الغرب انه هو حل الزواج قانونيا بالتالي الكنيسة ما بتدخلش بالنسبة للبروتوستانت ما بتدخلش هم بيروحوا للمحكمة وما بيبقاش سهل على فكرة الطلاق مش حاجة الواحد بياخدها في يوم ده بيروحوا القاضي مخصوص يعني اصد محكمة خاصة فاميلي كورت محكمة العائلة والأمر معقد وبياخد شهور وحين سنين بياخد وحين سنين بالصبط الزواج الكاتوليك هو سر مقدس والفسخ الاسمه annulment بتعتبر الكنيسة الكاتوليكية والارثودوكسية والارثودوكسية مش عارف الفسخ موجود في الكنيسة الارثودوكسية اعتقد فيه بس هو في الكنيسة الكاتوليك بالتأكيد فيه الزواج سر مقدس وعهد أمام الله ولا يمكن حله إلا بالموت بالتالي الفسخ مسموح والفسخ اللي هو مسموح به تحته ظروف معينة لكن الطلاق مش موجود بالتالي فسخ عقد الزواج هو إلغاء الزواج السابق رسميا وإعتراف أنه ما بيعتبرش طلاق يعني زواج كأن الزواج لم يحدث كأنه ما فيش حاجة تبقى الأسباب معينة تتعلق بالمرض صحيح سبب الرئيسي الحقيقة هو فشل في الحياة الجنسية إذن الطلاق هو إنهاء الزواج الرسمي المدني بينما الفسخ بيعتبر بيعتبر أن الزواج لم يبدأ أغلب يعني الحديث بنتكلم عن الهرب بلأنه زي ما قلت يعني إحنا بنتأثر في الشرق في خلط في التأثير رأيي في الطلاق رأيي الشخصي زي أغلب المواضيع زي ما أنت سمعتيني كتير وأنا عمال أكرر في الأخلاق المسيحية أنا بأتبع ما يسمى اللي هو كل حالة لها ظروفها الخاصة ما فيش حاجة اسمها نقدر نعمم وده على فكرة اللي عمله الرب يسوع نتكلم عن حالة خاصة حالة الزنا واللي تكلم عنه الرسول بولس حالة الترك أو الهجر وأعتقد إن إحنا اللحظة اللي نبتدي نحط فيها لائحة ونقول ما هو مسموح وما هو غير مسموح خطر الكتاب المؤدس أعلى وأفضل من إن إحنا نحط المحظورات والمسموحات ولائحاتين لأن دي بتتغير بالزمن الحاجات دي مين كان من أربعين سنة يفكر إن فيه إنترنت وفيه بورنو على الإنترنت افترض إنه واحد مدمن هل دي سبب للطلاق هل دي ففيه حاجات كتير عمالة تضاف طالما إحنا في العصر الحديث وإحنا يمكن الحلقة اللي جاية نتكلم أكتر عن التفاصيل اللي زي دي بتغير شكل العلاقة الزوجية إزاي وممكن يكون الكلام فيها إزاي لكن يعني الصورة العامة هنا إنه الكتاب المقدس أنا كعابرة بقول إنه لما شفت تعاملات الرب معنا شفت إن الله بيرفعنا بيسمو بأخلقنا بروحنياتنا بروحنياتنا الالتصاق في بي بيغير الأنانية المزروعة في الإنسان فبيخليك تخرج عن إطار نفسك وتبقى عايز تشوف الصورة الأكبر من عينين الرب حتى ولو كان فيها ساعات خسارة يعني الاختلاف عن القوانين الإسلامية إنه القوانين الإسلامية فيها فكرة القطيع دي إنه إنك تقود قطيع كله بشكل واحد لكن الكتاب المقدس ما فيه مش ده صحيح وسهلة الحكاية دي سهلة إنك تحط لائحة ونقول ده غلط وده صح ما أسهلها لكن هتيجي أسئلة صعبة مش هنعرف إيجابتها لأن كل ما تتقدم فينا الزمن مش عارفين والأفضل إن أنا أكبر الناس أوصلهم لدرجة إنه هم اللي ياخدوا القرار التلمذة مش مجرد إنه يحفظ أيتين تلاتة أو يعرف العهد القديم في كم كتاب ولا في العهد الجديد كم كتاب التلمذة هي اتباع يسوع تباعية ليسوع إن الناس تكبر التلميذ الرب يسوع عاش على الأرض تلات سنين تلات سنين ومص قصدي الخدمة عاش تلاتة وتلاتين سنة في التلات سنين دي التلاميذ اتغيروا التلاميذ اتغيروا من يوم الجمعة اليوم الحد من يوم الصليب غير يوم الايامة خالص الوقت اللي كانوا بيهربوا فيه عشرة وفين منهم مش موجودين وكانوا يقدروا يبقوا موجودين لكن كانوا خايفين وهربوا نلاقيهم في يوم الايامة اتغيروا وبعدين يوم الاثنين والثلاث والاربع خلاص بقوا مش خايفين من اي حد اتجرقوا إن ما كناش نكبر الناس عشان هم اللي ياخدوا القرار مش أنا اللي عمل لهم القرار يبقى احنا مش نجحين في عمل الحقيقة احد الافكار اللي ربنا حطها على قلبي البرنامج ده كمان إن احنا ساعات بنتعامل مع المؤمنين معاملة الاطفال يعني بالراحة كده وما قولهم ش كل حاجة وما خدهم ش قوي وكلام من ده لكن الرسول بوليس قال إنه احنا لازم ننمو يعني خلاص كنتوا اطفال بتشربوا لبن دلوقتي كلوا لحمة بقى كل الكتاب المقدس بالظفت وده طبعا محتاج الوقت طبعا ومجهود من الرعاة لكن في نفس الوقت يعني وأسهل على الناس على الفكر الناس أحيانا بيكسلوا يكسلوا يدرسوا يكسلوا يقروا فده خطر هو كسل وأيضا يعني يصحيان بيكون كسل وساعات الأولويات مزبوط هالأولويات إن أنا أعرف إزاي أمشي مع الله بالطريقة اللي هو عايز نمشي بيها صحيح إن الناس كلهم يبقوا تلاميذ ومحتاجين إصرار إن أنا أكون تلميذة أو تلميذ للرب صحيح طيب حضرتك قلت هتدينا أمثلة عشان ناخد الأمثلة خلينا نتكلم عن الطلاق في العهد القديم بسرعة لأن الطلاق في العهد القديم الحقيقة ما هواش كبير ومهم جدا لأنه مرتبط بأشكال الطلاق الموجودة في الإسلام بالظبط الغرض من الزواج في العهد القديم كان إنه يملأ وحدة الرجل والمرأة على فكرة مش الرجل الوحده ويشجع على الأمانة والاتحاد ويكون الاثنين جسد واحد وفي أسباب تاني على فكرة ده دول اللي هم موجودين في التكوين تكوين بالذات أصحح اثنين وأصحح ستة وعشرين لكن في الكتاب في المحبة في الشراكة في التعاون كل ده من أسباب الزواج والإنجاب ووضع تشانيل للإشباع الرغبة الجنسية تشانيل قنوات قنوات مضبوطة لممارسة الجنس في الطلاق كان في حالتين تثنية اثنين وعشرين إن حصل فيها اللي هي اثنين وعشرين احتمال تبقى مش موجودة قدامنا هي موجودة تزوج رجل لامرأة أو عشرها بالضبط إذا اتهم الزوج زوجته اتهم كاذب يحكم عليه بأنه يؤدب وما يقدرش يطلقها مدى الحياة تمام يعني منع الطلاق عن زوج اتهم مراته أو أسائل سومنت ده أول ده أول حاجة ظالم بيغتصبه بيغتصبه سيدات بيغتصب امرأته وده خطر والكنيسة ما بتهتمش بمنقشة الجزء ده كأنه ده واجب عليها أنها تسكت كأنها لو سكتت تبقى امرأة كويسة في معنى تاني للطلاق في العهد الأديم وهو معنى غير حرفي بيتكلم به الرب اللي هو في إشعية خمسين عدد واحد بيقول بالزبط كده هذا هو ما يقوله الله أين شهاد الطلاق أمكم بيكلم إسرائيل التي طلقتها بها أو لمن كنت مديونا فبعتكم له بل بسبب خطاياكم بعتكم وبسبب ذنوبكم طلقت أمكم الله بيصور إن مراته اللي هي صهيون أو إسرائيل وأولاده هم الشعب بس مش عايزين نفرق بين الاتنين يعني الصورة بس الشكلية رمزية بالزبط الجزء ده مليء بالتشبيهات وما لاجب أن يؤخذ حرفيا طبعا بيكمل الله اللي قاله في أصحح 49 اللي قبل ده على طول لما ظنوا صهيون أو إسرائيل إن الله نسيهم فبيقولهم هل تنسى الأم رضيعها أنا كمان مش ممكن أنساكم حتى خطياكم لكن بسبب خطياكم أنا طلقتكم ننتقل بعد كده لتثنية 24 ده أهم حاجة لهم عادوا يمتحن الرب يسوع بيها 24 بيتكلم بيقول إذا أخذ رجل امرأة وتزوجها إذا انتزوج رجل من امرأته لكنه لم يسر بها لاحقا لأنه وجد فيها أمرا مزعجا وكتب لها وثيق الطلاق وأعطاها لها وصرفها من بيتي ما يقدرش هذا الرجل وصارت لرجل آخر يعني هي طلقت من الرجل الأول وهو السبب في الطلاق إن فيها عيب فيها عيب وهنتكلم عن العيب ده هو اللي تكلم فيه هليل وشامعي وراحت اتجوزت لواحد تاني وبعدين التاني أبغضها وطلقها ما تقدرش ترجع للأولاني حالة خاصة جدا ما يقدرش الزوج الأول طلقها ياخد ياخدها زوجة ولكن الحالة الخاصة دي كانت بتحصل طبعا في العهد الأديم صحيح أشكرك إن كنت لفت نظر للحتادي لأن فعلا العهد الأديم مش بيذكر حاجة اعتباطا دي حاجة كانت أغلب الظن منتشرة إن واحد ينتقل من زوجة ويروح يطلقها وبعدين عايزة تجوزها تاني بعد ما تجوزت الأولاني فكان ده لمجرد بس الحالة الورا دي إنه الزواج ده مش على مش مش تاخدوا بطريقة سهلة والزواج ده أمر مهم جدا العرايس اللي بيتجوزوا في أول يوم في جوازهم في فرحهم دايما أنا أقول لهم الفرح الويدنج سهل لكن الزواج صعب صحيح ما أسهل إن أنا أنا ممكن وأنا مغمط كده أجوز اتنين لأن الفرح سهل فهم كل تركيزهم بيبقى على تجهيز للفرح فعشان كده باخدهم بعيد عندي وهحاول أجهزهم للحياة للحياة الزوجية الحياة الزوجية صعبة طبعا السؤالي عن الحتة دي إنه في العهد القديم وخاصة في موضوع إنه راجل يطلق مراته في العهد القديم دي مش مذكورة كتير جوة الكتاب لكن سمعت إنه بعض المفسرين بيقولوا إنه كان ممكن يطلق مراته فتتجوز واحد تاني أو يطلق مراته لأنها ما عجبته ما عجبته بس لما يطلقها بقى ياخد المهر بتاعها ياخد فلوسها أيها وبعد إنه يرجع يرجعها تاني فياخد فلوسها تاني فعشان كده ربنا عمل دحماليها صحيح التفسيرات الغريب إن التفسيرات أكبر بكتير من العهد القديم التلمود بالذات التلمود أيها طخم وكان العلماء اليهود بياخدوا كل جزء ويتكلموا عنه كتير يتكلموا عنه كتير ويحطوا سيناريوز أيها مواقف معينة ويحاولوا يقولوا في الحالة دي ينفع في الحالة دي ما ينفعش أيها أنا أنا نفسي الناس ما تلجأش إلى الحالة دي في العهد الجديد أي يعني في العهد الجديد خلينا نكبر بقى نعم خلينا نكبر بإن إحنا نتتلمد نعم الشريعة اليهودية المساوية ما منعيتش تعدد الزوجات لكن تفسير علماء اليهود النهاردة لتعدد الزوجات وللجزء بتاع 24 تسنيع 24 بسيط حسب أسئلتي لأصدقاء اليهود وقرياتي لل لل شريعة اليهودية أي ومعرفة الممارسات اليهودية بيقولوا الله خلق لنا عقل ولازم نفكر وإحنا لا نخالف القوانين في البلاد اللي أنا فيها ممتاز فبالتالي لما تلاقيهم في أمريكا مش هيتجوزوا مش هيتجوزوا أكتر من واحدة فعصرنا ممكن نتبع قوانين فرعية اجتماعية حطها موسى زي ما فهمها الناس من 3500 سنة هم بيقولوا كده على فكرة عشان كده أغلب الناس في العالم حتى الملحدين البوذيين ما بيتجوزوش أكتر من واحدة صحيح بيتطلقوا لكن لكن اتطلق مش سهل يعني كنت بتقلينه ممكن يقولوا لأنه الله خلق أنا رجل واحد وأمرأة واحدة يعني لو هنستخدم عقليها روح للأصل بالزبط في التكوين بالزبط بيرجعوا لده لكن لكن هتلاقيهم في بعض البلاد بيتجوزوا أكتر من واحدة في بعض البلاد بس قلة قليلة كل ما بتتقدم الأمور حتى يعني أصدقاء المسلمين ما بتجوزوش أكتر من واحدة بس بس يعني الغربية بيجوزوا الغربية هل الزواج دائم نعم ولا في حاجة تفرق الزوجين نعم تكوين اثنين بيقول يترك الرجل أبا وأمه والتصق بمرأته طريق ويكون الاثنان واحدة واحدة الآية دي بتتكلم عن الزواج دائم مه لكن في كورنثوس الأولى وعلى فكرة دايما بتستخدم الآية دي على أساس أن هذا الزواج دائم مه غريبة جدا في كورنثوس الأولى ستة ستاشر بيقول ألا تعلمون أن من يتحد بمرأة ساقطة يصير واحدا معها في الجسد إذ يقول الكتاب سيصير الاثنان جسد واحدا فهنا أصدق إيه بقى إنه ما ينفعش نفضل نستخدم الآيات يعني الرسول بولوس استخدمها استخدام مختلف خالص يعني هنا الرسول بولوس بيقصد أنه لو لو حصلت حالة زينة أيه لكن مقصد الله إننا نكون مش بس جسد واحد في الناحية الجنسية ولكن جسد واحد في الفكر والروح والحياة صحيح مع بعض صحيح إذن في مقصد لله إننا نكون متحدين بالضبط لكن في نفس الوقت ما أروحش ماسك آية وأفضل ماسك في الآية دي لازم لازم اللاهوت يعتمد على كذا آية ويعتمد على حاجات كتير جدا بالنسبة للنص بتاع إرمية ثلاثة وأتمنى أنه هو يحطوه على الشاشة أي ماينفعش نستخدم إرمية ثلاثة علشان نبيح الطلاق بمعنى الجزء ده شعر والجزء ده بيتساءل فيه الكاتب عن إيه اللي تذكر في الشريعة عن الزواج وبعدين الطلاق واعتبر ده ناجس فخلينا يعني ما نستخدمش كل جزء في العهد الأديم على أساس تحليل الطلاق وإنه يكون بسهولة ويكون حاجة شائعة نعم تحب ندخل في العهد الجديد ولا لا أبسل الناس المنتظرين هم حيقولون لو فيه مكالمات لسه ما فيش مكالمات طيب عظيم خلينا نتكلم عنه بس الحقيقة أنه يعني حتى لو فيه مكالمات ناخد المكالمة المهمة فقط لأنه فاضل ربع ساعة وأنا عارفة أنه حدثك عندك مادة كبيرة الطلاق في العهد الجديد الفرسين جم يمتحنوا يسوع في متى تسعة عشر وسألوه وزي ما قلت أنهما أساسا بيسألوه عشان يشوفه هو منتمي إلى مدرسة شمعي ولا هليل وهنشوف مين بيقول إيه شمعي بيقول إيه وهليل بيقول إيه خلينا أقرأ لك متى تسعة عشر بس مش أقرأ كله جم الفرسين يحاولوا امتحن هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته لأي سبب يعني عايزين رناف العهد القديم وجد فيها عيبا وجد في امرأة عيبا مفتوحة هم طبعا هنشوف هم فسروها أجاب يسوع لم تقرأوا في الكتاب أن الله منذ البداية خلق الإنسان ذكرا وأنثى ثم قال لهذا يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بزوجته فيصير الاثنين جسدا واحدا وبهذا لا يكونان فيما بعد اثنين بل واحدا فلا ينبغي أن يفصل أحد بين ما جمعهما الله فقالوا له لماذا إذن أمر موسى أمر موسى موسى هو ما أمرش على الفكر بأن تعطى الزوجة وثيقة طلاق فتطلق فأجابهم يسوع سمح موسى سمح مش أمر أي بذلك بسبب قلوبكم القاسية إلا أن الأمر لم يكن كذلك في البداية لذلك أقول لكم أنه كل من يطلق زوجته إلا إذا زنت ويتزوج بأخرى يرتكب الزنا فقال تلاميذه إن كان هذا هو الحال بين الزوجة زوجته فإنه من الأفضل عدم الزواج لأنه طبعا الزواج صعب نرجع بقى لشمعي شمعي قال هذا العيب يعني الزنا هليل قال هذا العيب أو الأمر المزعج أي حدث مفتوح مفتوح طبخة لو حرقة الأكل لو فيه واحدة تاني أجمل منها في اليوم ده ودي النقطة يعني النهاردة المسلمين بيعملوها نفس الحكاية يعني بيعتمدوا على أنه على ما يتمنى الرجل ما يرى الرجل وفيه شبه كبير يعني نلاحظ أن الفرسيين جم يمتحنوا يسوع وكانت إجابته من تكوين 224 هما كانوا عايزين منه أن يحدد هل هو مع شمعي ولا مع هليل الرب يسوع حدد أنه هو مع شمعي إلا لسبب الزنا مع أنه أغلب الأحيان كان مع هليل في أمور أخرى في أمور أغلب الأمور كان مع هليل بس في الأمر ده كان مع شمعي كان عايز يسوع يقول أن موسى ما أمرش موسى سمح بالطلاق هما عايزين هما ماشيين بسؤولة وسرعة ناحية الطلاق هو عايز يوري لأن هما طبعا ده نوع من الأنانية بالنسبة للرجل أن أول حاجة يفكر فيها هو الطلاق وقال لقساود قلوبكم وقساود قلوبكم وبيحاول وهم عايزين تبرير الفرسين عايزين تبرير الطلاق يعني تبقى حاجة سهلة هو بيوجههم لقساود قلوبهم وأن هي السبب في الطلاق وبيكشف لنا يسوع أن الله أحيانا عايزنا نفرمل في موضع كتير القلب الآسي لا يتضع والجواز ما ينفعش من غير التضع ما ينفعش السمع وأنه نفكر مع بعض أعطى الله موسى سماح بالطلاق يعني أي حل للمشكلة وأنه عندنا خطاة وقساود قلب لازم تكون موجودة قبل ما أجري وأقول يبقى ما فيش غير الطلاق مضبوط الجزء الثاني اللي بيتكلم فيه الرب يسوع عن الطلاق أنه يكون فقط لسبب الزنا والكلمة دي اللي هي كلمة يونانية أنا لقيتها في القموس اليوناني الإنجليزي بتعني أنه ممكن يكون زنا ممكن يكون زنا روحي وممكن يكون عبادة أوثان هو اللي استخدم في العهد الكتير كلمتين برونية وموي كيو الكلمتين نفس المعنى والكلمتين يعنوا نفس الشيء زنا أو زنا جسدي زنا روحي أو عبادة أوثان علماء الكتاب بصفة عامة بيتفقوا أن الكلمة بتشير إلى الخطيئة الجنسية أو الزنا الروحي أو عبادة الأوثان ماتفقين على كده إذن المستمع اللي سمع الرب يسوع وهو بيتكلم الكلمة بالأرامية وبعدين التلاميذ حطوها باليوناني هي كلمة مصبوطة هي واحدة واحدة وبلا جدال أن دي صعبة الآية دي صعبة وما ينفعش أن احنا نكون نحط منها لائحة ونفصل ونقول فيه أبيض وسود يا إما زنا يا إما فيش زنا وخاصة أن الإيمان المسيحي كله يعتمد على الروح أكتر من الجسد وأنه الله بيقودنا أننا نسمو بأفكارنا وبحياتنا ونضحي ونقدم كل ده فيعني ما ينفعش أن أنا أخذ حتة حرفي وحتة لأ يعني ما ينفعش حتى في نفس الكنتكست في نفس السياق ملحظة على بعض التفسيرات أغلب المفسرين حتى اللي هم أكثرهم تحفظا وأكثرهم ارتباطا بالنص نعم بيرشدون لقاعدة عامة في التفسير مهمة جدا هقول بس قاعدة واحدة لأنه مهمة في تفسيرات الخاصة بالطلع هنا ما تاخدش أي لهوت مش ممكن ناخد أي لهوت من تعليم من عبارة صعبة أو غامضة أي هقول لك مثل من أتمنى يكونوا يحطوها لنا اللي هي كرونسوس الأولى 15-29 كرونسوس الأولى 15-29 الغريب أن الرسول بولوس بيتكلم عن حاجة ولا حد من المسيحيين فاهمها ولا حد من المسيحيين بيطبقها بيقول إيه وإلا فما الذي يفعله أولئك الذين يتعمدون عن الأموات فإن كان الموت لا يقامون من الموت فلماذا يتعمدون عنهم نحن نتعمدش عن الأموات بالظب ما فيش مسيحي بالعكس المورمنز فقط على فكرة هم اللي بيتحمدوا عن الأموات وده مبدأ طلعوا من الآية دي لهوت عندهم إيه لهوت بيقول إيه إن لما يكون واحد فترضي إن أنا مورمن وفيه واحد قريبي مات من مئة سنة فأتعمد مكانه في الكنيسة المورمن وهو يدخل بقى السماء فيدخل السماء بتاعت المورمنيين بالظبط كان عندنا كده نروح نحج عن حد مات في العيلة مثلا فيغفر زنوبهم لكن الكتاب بيعلم العكس بالظبط كده فما ينفعش أننا التفسير ده غلط ليه لأن فيه آيات تاني ضده فما ينفعش أخذ آية واحدة وأخرجها من سياق أنا مش فهمه هو أصدق إيه الرسول بولوس ولا حد فهمه كتير على فكرة فيه على الأقل أربع خمس تفسيرات مسيحية لهذا الجزء لكن مش هندخل فيها ليه لأنه طبعا كلها تخمينات مننا ومن علماء الكتاب إزاي أن أنا أفسر آية زي كده لذلك الغموض اللي في العبارة دي خليني ما أخدهاش ما عملش منها لهوت دلوقتي فيه غموض في الآية اللي قالها الرب يسوع دلوقتي ما ينفعش أطلع منها لهوت لكن عشان كده اللاهوتين بيقولوا إيه ما فيش لهوت أقدر أخرجه من الآية دي ييجب بتوع الأخلاق المسيحية الإيفيسيست بيعملوا إيه؟ ياخدوا الآية دي ويشوفوا تفسير يكون منطبق على الكتاب المؤدس وفي نفس الوقت ما يحطش مسموحات ومحظورات مسموحات ليه؟ لأن خطورة المسيحية أكتر وقت ضرت فيه وقت العصور الوسطى اللي حطوا فيها البابوات قانون مسموحات وقانون محظورات وبالتالي ده تقليل من كلمة الرب وممارسات بلفة وبالتالي كمان بقى كل الوقت فيه احتياج ليهم فيه احتياج كل يوم أنا لو عملت غلط أروح للكاهن أو للأسيس بحيث أن أنا عايز تفسيره اللي أنا عملته تصحه ولا غلط لكن لما نكبر الناس في البروتستانتي عموما إحنا بنحترم الأراء كلها لكننا حريصين في مين اللي بنسمع له كلمة عالم أو كاتب أو لاهوتي مع البروتستانت ده حاجة كبيرة لازم نعرف تاريخه أو تاريخها من ساعة ما كان طالب في كلية اللهوت من أي الجامعات تخرج التغييرات الجوهرية اللي حصلت في حياته كتاباته في الجورنالز الأكاديمية مين اللي نشروا له إيه اللي أضافوا للتعليم المسيحي وإلى آخره الحرية لها تمن فكرة لما ابتدينها في كلمة الحرية الحرية لها تمن لكن الرأي الواحد أسوأ بمراحل فضيعة من الحرية الكاملة إحنا قدامنا أربع دقايق فأنا يعني حابة نحنا نكمل الجزء الباقي في الحلقة اللي جاية ونرد على أسئلة المشاهدين إحنا النهاردة عملنا فرشة فرشة كتابية يعني ببساطة كده عايزين ندخل في أعماق الكتاب علشان نفهم إزاي نتعامل مع حياتي اليومية مع الناس اللي بنرعاهم مع المؤمنين الجداد مع الناس اللي بنتلمزهم لازم نكون يعني أكثر تعاطفاً ورحمة على المؤمنين الصغار لكن هرجع أقول تاني إنه الحلقة دي إحنا مش بنوريكم أماكن تجدوا فيها طرق طلاقة أبداً لما هنكمل الجزئية دي في الأسبوع اللي جاي إنتوا هتشوفوا إزاي الرب عايزكم تعيشوا حياة مقدسة فيه هيكون فيها عطاء من الشخص للآخرين اللي حواليه أو إنك تحتمل شيء صعب عليك لكن مش هيكون فيها ظلم لا ليك ولا اللي أنت عايش مع أو اللي أنت عايش مع أسيب لحضراتك تقولنا كلمة أخيرة ويعني أنا سعيدة أنه هيكون عندنا فرصة أخرى نكمل الموضوع خلينا نبص للرب يسوع بسرعة في دقيقة أو أقل من دقيقة إزاي تعامل مع مرأة مطلقة خمس مرات اطلقت خمس مرات وعيش مع واحد غير جوزة المرأة السامرية يعني لما بيسألها بيقول لها روحي هاتي جوزك هي ردها ليس لي زوج لو أنا شرق أوسطي أو حد من اللي بيكتب على الفيسبوكسو النهاردة أي الفيسبوك يا ستة يا كدابة أنت إزاي تقول الكلام ده ده أنت تجوزتي خمسة وطلقت إيهم واللي عايشة حتى معا أنت عايشة في زنة أنت كنت وعصتها أي لكن الرب بسوع كلماته الحنونة اللي فيها محبة اللي فيها احتواء اللي فيها تغيير للشخص بيقول لها بالحق قلتي يا أنت قلتي لأن اللي أنت عايشة معاها مش جوزك بالحق بيشوف بداية كلامه معاها بالحق قلتي إمتى هنوصل لهذا التعليم في الشرق الأوسط إمتى نتكلم مع بعض برأفه وحنان إمتى نتكلم مع بزات المطلقين إمتى نحتويهم إمتى ناخدهم في الخدمة إمتى ما نحسسهمش بأن هم أقل مني أي إذا كان الرب ساعدني ده نعمة الرب فقط إن أنا متجوز فترة طويلة لكن هذا ليس صلاح مني ده نعمة من الرب فعلي أن أدي نعمة للآخرين النعمة للآخرين بقى أن أنظر للناس النظرة اللي هو بينظر بها لنا أمين اللي حضرتك استخدمته النهار ده في الكلام عن المرأة السامرية بيوريني دايماً الرب يسوع بيدينا بداية جديدة يعني بالحق قلتي تعالي بقى وريكي حاجة جديدة حياة جديدة فتقوم المرأة السامرية دي تخبر القرية كلها عن اللي قاله لها الرب وتكون أول مبشرة تتكلم فيها عن حرية المسيح اللي أعطاها لها في لحظة استماع لقلبها فأنا بصلي إن إحنا ككنيسة النهار ده نشيل عين الحكم على الآخرين ونكون أكتر يعني استيعاباً لألام الآخرين حتى إننا نعطي بدايات جديدة زي ما المسيح علمنا وعمل معنا أمين أنا بشكرك جداً على وقتك وكلام النعمة اللي قدمته لنا اليوم ونلتقي مع حضرتك ومع المشاهدين في الحلقة الجاية نكمل الموضوع والرب يعطي كلام شفاء وحياة جديدة للكثيرين أمين أمين أشكركم أحبائي وإلى اللقاء في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر